صاحبة حكيتنا الليلة غادي تصفت ليا خمسد يسوع من الحكاية ديلها ولكم انتا تخيلوا تفاصيل المؤلمة لعشهم معها وليسبابهم اقضر ام تقدرو تعرفو في حياتكم ما يبكرش علاقة ساوا وعلى قلب عندها اللي غادي يخليوها باش انها تدير هاد الحالة كلها في بنتها امور اللي ما كتدخلش للعقل حكاية الليلة عبرة واش من عبرة ما تمشو فين وبقاوا معايا سلام سلام مرحبا بكم على قناتنا اليوتيوب السلام عليك اذا كنت جديد على قناتنا نقول لكم مرحبا بك واذا كنت من اهل الدار كيف العادة ركنوا ورطينا الدار دار يكون في علمكم والله ما عندي لقانا باش نحطش فيديو لانه كانت تبع كل نهار ذاك شري واقع في فلسطين وصراحة شاف مشالية ولكن صراحة ممكنش لي انغبرة لكم ضروري من الاجتهاد والانضباط وخا ما يكونش تحفيز غير هو بغيت نقول لكم باللي انه هاد الحكاية قبل ما نبدأها بغيت نقول لكم الاحسن انكم تسمعوها وانتم بوحدكم لانه فيها بعض المراحل اللي غادي نقولها بالمعنى لكن من الاحسن تكونوا بوحدكم باش تكونوا مرتاحين واعتدر وما دلواش مني قلة الادب او قلة التربية لكن بعض المرات كيكونوا عندي حكاية لانه مضطرة انا نقول فيهم بعض الاجزاء واذا غيرتهم او لا ما قلتهمش تقدر الحكاية تمشي في واحد المسار و واحد اخر لي ما شي هو هادك المهم انا غير عدمتكم فاذا كنتم موجودين يالله نقول لكم لنبدأ انا غفرا تزاديت وكبرت في حي شعبي وسط واحد العائلة اللي هي ميسورة ماديا ما عندهم حتى شي مشكل مادي المشاكل الوحيدة اللي كانت لدينا مع العائلة بمعنى ان او الام ديالي كانت كدر في كل شي وكانت خاصها معانا وانا ما زال معاقلة ماما غادي تزوج بواحد الانسان اللي كنت كان عيط له بابا وهو ماشي بابا مباديا غادي تزادو اربعا ديالخوتي هاد بابا خدم زيان شغال يا واحد المساحة في الكاريان ودار في السكن الاقتصادي بطبيعة الحال خوتها فاذا شافوا هالشي معجبوهمش الحال وهي اصلا عندها تسعود ديالخوت الام ديالي كان ديما كتحاول انها تبني العلاقات ديال مع خوتها ولكن هما ما بغينش كانوا ديما تحاولوا انهم يشغلوا لها صداع مهم ما وكتقول بلي انها من نهار ما تبها وهي لحني اللي رحيم فيما كتكون حرب بينها وبين خوتها كتجي تخرج في ناحلنا ولاد هذك الحر ديالها وكتبقى كتعير وكتسب ولاد الحرام داروا لي فعلوا لي وانا كنت كتضربني كبرت نشوف هادشي وما كنت كندي ولا كنجيب انا من دون خوتي مثلا اغير لما الام ديالي كنت كاتمشي باش انها تولد كنت كتخليني عندما اللي هي بدورها كيجوا عندها ولادها اللي هم اخوالي واخوالاتي اللي كيتجمعوا كامني واكيد كيقصوني انا بحل واحد نهار واحد خالي جاء وجمعوا اولاد العائلة وحط لهم لعنبي يأكلوا فجيت انا غديد فاني علما انني كنت حدودية من ذاك النوع ديال الاطفال اللي هما مهدنين ما كيديروش المشاكيل ولا كيدددربوا حتمع الناس كنت درويشة بزاف ونقية واي والدين صراحة يتمنوا يكونوا عندهم شي وليد بحالي ما عليناش الابتدائي ديالي كامل قريته في مدراسة خصوصية وانا تنكبر لعصة كتزاد معايا من عند الوالدة وانا تنخاف منها وكتخصم عليها وما كتخليش انا وتكون عندي علاقة بالبنات ما نخرج ما نلعب معاهم غير ابنات الجيران اذا جاد تكلس معايا شوحدة ولا تلعب معايا ولا تفرجوا شي رسوم لا ما كان شهد شي خاص ننفق كل صباح نجمع نشقى نشطب ونمشي نقابل اذا عندي شي حفاظه وسالينا علما ان الوالدة ديالي كانت كتتمشي عند الاساتيدة وكتقول لهم اذا دلت لكم غفرا شي حاجة قتلوها بلعصة والاساتيدة صراحة ما كانوش من العاكزين بمعنى وخمان ديروالو كانت واحد الاستاذ الله يسمح ليها كتتعيت لي ودقول لي جبديد فاترك اري نقلب لك شكرتك واذا لقيت فيها اعزكم الله غير زبلا واحدة كتشدني انا من دون القسم كامل وانا واقفة وكتردخني مع السبورة نخليكم انكم تخيلوا بشاعة المنظر وانا كان بكو كان شهق فهذه الفترة الناس كانت اختي يلا تخلت معي المدرسة وما كانش عندنا نفس الكنية كانوا يسألوني علاش وبما انه الرجل اللي كبرت معها نقولي يا بابا فانا ما اعرف اوالو حيش الزنقة مكوش كنخرج لها باش انا انا اعرف علاش وما عندناش نفس الكنية وما كانش مني نجيني هذه المعلومة لانه الوليدة ديالي ناذرا كيف كنت لكم في ان تخليني انا 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 امشي عن جداتي واحد المرافقة ديالترانسبور ستشدني واحد المرافقة ونقول لي يا لماذا نكنت ايها كنية تكبحها واخت تكبحها ما عارش نخللت سؤال علما انا ويا كبيرة وعارفة علاش وقلت لها ما عارفتش وفعلا ما كنت عارفة انا موما فاش سولت اول مرة قلت لي اخر مرة تسوليني حتى تكبري ونقول لي كيف كان سافي مازلتش معها الهضرة سامعنا وقطعنا حيث انا عارفة اذا قلت لها اغير كلمة واحدة سوف تكبط فيها واحد درية كانت كبر مني بشحال من عام وطويلة تبارك الله وشارب عقلها لحتى يدت من ظروف صعاب ومعودة السنوات في ذلك المدراسة بقى عقلها على ذلك البنت اللي كانت سميتها سناء وانا كنت صغيرة يالله في الثالث ابتدائي قلت لي يا عارتي علش كنياتكم ماشي بحال بحال علش؟ حتى شمك كانت مزوجة بواحد الراجل وطلقت منه تزوجت برجل وحد اخر وولدت مع اختك وايلي ما يمكنش قلبي موجع وانا كنت كنت نحشم ان اقول لعباد الله اراما مكدر مني وبما انني كنت كنت نموت منها ويا كانت غارسة فيها انه اللي طرعت في الدار ما تعودهاش واخوالتك اذا مشى وصولك قل ليهم ما عرفت فما قدرش تسولها وش بالصح المهم الوقت كانت دوز وفي نفس الشهر الوليدة تقول يا هزي حويجك وقدم هكذا كتوبك وكساويك وصير عن جدك بحكم واحد خالتي كانت اخواني كتدير المحاربة الامية وفي نفس الوقت كتدير ساعات اضافية عندها في الدار قلت لي سيري عندها انا صراحة جاتني من الجينتي والناس قلت الله على راحة قلت الله انا هذا الوقت سوف نمشي نخدم على راسي مع خالتي لا يحتاج شي حاجة نعاونها فيها هذيك جدتي كانت تسكنة في الكاريان قريبة من الدار لشرب بابا المربيني لماما في الكاريان ومشيت عندها سلام سلام خالتي لبس وشو ما عطت لي انا هذا الوقت سأخذ دمش ولكن قلت لي سوف نرى وقيت نقلس معك حيث اربي لي عن بيا كيف ديرا انا تسعى معتها المالة التي عندي كانت ديكسة كانت تجير الحيوطة على الدار قلت لي سيري تحفظي انا كنت كانت نرسم او كانت تلفازة خالتي تفهمت هذه القاضية لانه عارفة ماما كيف ديرا وحضرت لشلاح واج المهم دازل ويكند اوصل الحد بالليل مع ديك الثمانية سأخذي التليفون وقلت لي ماما سوف تسمحي لي كثيرا لاني لم تعمل معه غفران واذا تقدرين تقولي الترانس بور انه يدوز من حد تدرب نغضة سوف نعمل معها المهم تمشي بالأمور ديكسة قلت لها وخة قطع التليفون وقلت لي غفران واذا نجيبها؟ لا قلت لي نص ساعة التراك وقلت نتلقى لها مع العلم ان الدور كانوا بقاربين جيت نحل الباب كالقامة موصلة وقفة ستخرج معي خالتي قدم الباب وانا كل خايفة كانت ترعد وما كنت قادرة نقول لها يلا معي راني خفت لها تدربني ماما ولكن شافت الحالة اللي كنت فيها سفارت وزراقيت مشيت انا وماما ربع ساعة ديكت كلها ويغير كدبس فيها وحنا طلع للدار مع ساكني في تروازيام قلت الله يوا بعدها سوف يتهنيت سالة العصا وضربها سوف ندخلوا للدار سوف ندخل المدرسة لا سوف نذهب بحلقة خانزة ندخل البيت وضع حويجاتك ودخلت طوالت اعزكم الله فعلا دخلت البيت حيث الحويجي و تمت خرجها بالفوطة لكي ندخل المدرسة سوف يتجرني من شعري وسوف يتهزي الكابل المتحت السداري ويبقى تضرب فيها وانا تحتفل حيئة ديكتك كنت صغيرة وليس كنت تستطيع تحمل دراسة سوف تضربني لدرجة انه سوف ينطح على الوقفة ديكتك وليس حمساتك ولم يبقى قادرة اني ندافع على راسي درجة دك الدموع كنت نحس بهم بحشي زي زوار بشدة الألم وسوف يدق خالي ودخل وقال لها راسفتتني عندك فلانا وهي خالتي واش بغيت تقتلها الدرية كتقول لها طبيعي مليم ما تحفظه مدير علما ان الوليدة عندي عندها لادرة الخيبة بحل شرب العسل حيث ما قالت مليم ما تحفظه ولكن قالت جملة واحدة اخرى ونجدكم تخيلوا لماذا لم تحفظه لكم واسع النظر نهار اللي مبعده حتى ما لم تحفظه وما بين 12 وجوج ستشدني ستشدني بشعري بشعري ستشدني ستشدني المرافقة ستشدني 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 كيف ستشدني كيف ستشدني كيف ستشدني كيف ستشدني كيف ستشدني 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 كيف ستشدني ونجدكم ستشدني 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 وراجل أمي كان مقابل معي في بيت النعاس لم يكن أخبركم بأنني أدابة عرفت الحقيقة قلتنا ايه انا تنسى معك وقلتني لقيت جميع الدلسة وقلت عينيه وقلت لها ماما في مدرسة يقولون بأنه فلانا ستشدني وقلت وقلت بأنك تشدني وقلت هذا الأب وقلت نساري وقلت وزرق وقلت وقلت لأنك سأقوم بما رأس بعد وقت وكثير وقلت 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 وقت وقت وقلت يجب أن نقتلك ونهار هذه يجب أن نقتلك يجب أن نقتلك يجب أن نقتلك يجب أن أبك لم يكن مهلا فيها وكان يفعلها هذا ليس هذا المهم في ذلك الوقت كنت أتعرض لأكبر اختصاب من نوع آخر والذي هو صدمت حياتي لدي الإحساس بأن أبنة التي كنت معها في المدرسة لم يكن أختي أبنة التي كنت أريدها أكثر من رأسي لم يكن أختي والأب الذي يحنين ويجب لي ياغورت وهو الرجل على الدار الذي كان يبالي استغفر الله العظيم بأن الإله ماشي الأب لي أعرف أن الأب كان تقبله منه الزوانة والخيبة ولكن من يجب أن تكتشفي أن هذا الشخص ماشي هو أبنة تقول لي كل توسوسي إذن هو كان يضربني على قبل هذه الحاجة وما لم يضربني ذلك النار إلا هو لا يبيني إلا حيث أنا ماشي بنته هذا الشيباج دالي ودالي يعني الكثير من الحويج يضاحوا عندي ورغم أنه مرحلة الطفولة وفي حالة الخامس كان زوج أم الذي يعمر له الدار المهم سأقول لي نزيدك لأنه لا يبيني الحقيقة وسمعيها دابة رأيت أنا غفران أرى تجعلك لك لأنك تبقى مع أبك وليس لا تدمر لي حياتي أنا كنت بقى صغيرة و أرى أن نحيش حياتي لتجعلك له و أزيتي تدل قاضي لأنه لا يبيني ولكن هو المسخط لقد جعلت تقليق من الباب و أهرب و لا أكثر لكي أحسيت أحسيت براسي من نبوذة قلتها لي بكل برودة و الدموع ينزلون لي من عيني قلت لي إذا ستنضي أعتذر الكلب أن تعبوك و ستجمعي لي لأياتي و ستغسل علي الكمارة و تحفظي و إذا لديك شي يروينا نضي جمعيها و سأكمدها قلبي و قديت و قديت قلبي تخيلوا معي من ذلك النهار هزيتوا بنت و حضيتوا بنت ذلك البنت اللي كانت تجيب مزيان في المدراسة و رغم الظروف و كل شيء ضدها و الأساسي إذا كيشتفو عليها أو ياما كانت تدير أصلاً والو ستتحول لأحد البنت اللي ما بقى تتنفع ولا كدر في المما تحتاج ما كتتحركش و ما كتتملميش و ما كتدويش و احتمل القرية و اللي عندي زيد نقص و اللي كانت منعازلة أكثر و داك السبان و العنف اللي كانت تتمرت عليها و اللي كانت آنك ندافع على راسب تلك الطريقة في المما يجي شي حد يقلل عليها الاحترام في المدراسة و اللي كانت نبقى كنسب و نردخهم حتى أنا مع الحيوطة و كنسب غير من الصمتة اللي تحت في داك السين دي الخامس و حتى من الأساتيدة و اللي تنسبهم و نترد معهم في الكلام كنسب الرب كنسب الدين و ما نخلي ما نقول المهم قد نطلع للأستاد واحد الأستاد و يشدني و يقول لي شوفي هذا الشيء اللي تدري فيه رغم ما خدامش و ما مزيانش خصوصا أنه أنت تقرأ مزيان في داك المدراسة و داك الساعة يكون خير من بعد إذا قرأت مزيان ستكبري ستصل لدك الشيء اللي بغيتي فعلا داك السنة تقاتلت و جيت أنا الأولى في المؤسسة تخيلوا حتى من المديرة و الأساتي كيف هاش هذه الجلاخة كانت أولا لدرجة أنه في الحفلانتها في نهاية السنة ستزلوا البنت اللي جاتي هي الثانية و داروا لها حفلة بحلة ديال تكريم و أنا لا حتى ما كانوا يحملوني و حتى الوالدة ديالي كانت تقول لهم تديروا لها وفعلوا لها وتركوا لها في العطلة انت حسدت بالضبط سنبلغوا لأول مرة و هنا سنعرف ما هي الدورة الشهرية و قلت لها الوالدة ديالي ستذهب عند رجلها و قلت لها لديك اشترك و لا تتربية حتى و لا تتشارك و كبرت على البراءة و أنا ننتق في كل شيء و المهم مع علامات البلوغ جاءتني في دك الصيف بحال شر نزلت علي و قلت صدري قتلني بالألام ربما أي واحدة تسمعني ممكن أن تكون داست من هذه المرحلة و يرى الأعراض تختلف من بنت لبنت و ستذهب و هل في الشيء سأتشع نسيب و ذلك و لكن يتوقف علي و لا تتوقف علي و لا تنقذنا نفسه كانت تدور و تعرف الأب البيولوجي و سنضرج لأمي و قال لي اشوفي يا ابن ندمة ارى طبيعي تشعر بنتك بالألم مع علامات البولوه هذي فوطة سخنها قبل ما طايب و سريح طالع على صدرها قلت له سر سخنها انت و ليس سخنها و عيطت لي اجي نعم هذي حويجك كيفاش هذي حويجك هذي تريكو ديالك هذيته وهو اللي سيحط لي هذي الفوطة بأمر منها المهم ما علي ناش انا فاش كانت عندي ربع سنين خمس سنين باقي عندي واحد اللقاطات من الماضي ان هراج الممي كان يدوه لي و صراحة عمره مقرب لي ولا اداني ولا وصلني بشي حاجة خيبة كنت كن حس بي بلي انا و كيشوفني بنته المهم دهت هذه المرحلة دخلت لندراسة عمومية كان قرأ فيها السابع و كانت تحدى الدار و التوقيت نتع مدراسة خصوصية ماشي بحالي نتع الحكومية تقدري تكون عندك ما بينحصة وحاسة سعا خوية مرة تدخلي معها اربعة مرة تخرجي معها المهم على حساب خوتي اللي صغر مني بقاوا في ذلك المدراسة الخصوصية مناش خرجت و هنا غالي تبدأ مرحلة واحد اخرى من طرف رجل الوليدة ديالي غالي يزيد الاهتمام دياله فوق الحد غالي تحول من انسان طبيعي باري كأنه اب حقيقي لي لانه منين و انا عندي ست شهور اللي تعاني عليه الى مهم تكتشفوا مع القاسة من بعد تتمة او للحقائق ولا كيدخل و كيدخل معها شي حاجة في الده كيدمعني بها و كان جي كان جري كان ناخدها من عنده و كانت يقلسني من فوق مرجليه و انا في السبعة بدأي يقول لي يا مات صاحبي ما احتشي حد انا هو صاحبك و انا صراحة كنت واخذ هاد الامور بجدية بزاف لانا و كنت نقول راهتي خاف عليها يقول لي قد نعلمك شي حول جغفران باش ما يبقىوش يضحكو عليك الدراري و هذي و هذي و كيدويليا في الدين و انا كان عيني غيرتي غرغرو تنقول الحمدلله يا ربي ما اعطتني ايش اب من صلبي ولكن عودتني بانسان اللي باغيني و كيهتم بيها بحكم ان الواليدة ديالي ديما كتخوي الدار و ام صاحبة مع عيالات عندهم طموبيلات ديما خارجين و كانوا بهم خمسة دياصصحابات كل نهار كمشوا عند وحدة كيدروا رقوتي و بحكم ان او ماما حالتها المادية و خمي سورة ما وصلش للمرتبة ديالهم لانهم كانوا لها باسع لهم هل يمزوجة بمهندس هل يمزوجة بدكتور و ديما كنت بغي انها تقدم معهم المهم ديما خارجة معهم ديما مرفقة معهم كين نهار اللي كتبت معهم و كين السيمانة اللي ما كتبتش في الدار و لا تسافر بخمسة دياليوم اللي مدينة واحدة اخرى المهم غادي يدوز الوقت و رجلها غادي بسالع لي بالليل لما كنت كان نعس كنت كان نحس شي حد كيتقرب مني و هناك نقول يا ربي نكون غير تنحلم وهذا شي سواء كانت ماما ولا ما كانت كانت تعاود زوجي المرات المرات الثالثة و انا نعسة قلت والله حتى النوض حتى النوض معها صداع باش انا و يجي فرش و ينعس بالقرب مني انا مشيت كان نجري عند ماما في البيت الاخر و كان قلت لها ماما ماما راجلك هشنو تيدير لي ما قلت لها بالضبط شنو تيدير حتى تقربت و امامتي قلت لها غير ماما را قرب لي و كان بكي قلت لشنو دارلك لوالدك ما قدرتش نقول حتى دكشي مكي تدكالش صباح صباح غادي تنوت تزني و تديني عن الطبيب طبيب لي هو راجل اللي هي كتتق فيه شخصيا و غادي تقول لي يا حيدي حويشك انا تقول لها ماما عافك ما تدريش لي بحالك و تنبكي غادي عيطوا على الفرملية و غادي جيتك تفني و انا تنغوت و كندفع فيهم برجلي غادي يلقى الطبيب اللي انني ما بيا والو و قالها لها خرجنا من الطبيب و تخيلوا الطريق كامل و هي كتسب فيه و كتعيرني مع انه و كان عندنا طبيبة نسائية الا انها محتر ما تنيش و محتر ما تشل جسد ديالي مع العلم انها قارية و واعية امرا بحالي بحالها الا انها ذات فيه ما بغت المهم 15 دقيقة و هي كتعير من ساع الطريق كتقول لي يا اباكو ما اعقلش عليك و دابا بغا دوري يا برجلي انتو ما راكم تريكا تريكا تريكت الفاسدين والفاعلين ثبتني و مخلت حتى طريقة باش تحاول انها تربت ما بيني و ما بين العائلة ديال ببالبيوروجي اللي كانت مناسبة معهم و اللي انا ما عمرني حتشتهم ولا عرفتهم غادي انتلعون الضار و غادي دزدحني مع الحيط و غادي دكون لي يا سريحني علاج ليه و أبوسيهم ليه و عبوسي لي هيده و اقول لي اسمح لي يا ابابا عرفتو كيفاش حسيت بالدل و بالقهرة و المهانة و اليوتوم واحد الاحساس انهو امك ما بغاش ليك الخير و بغاليك غير الشر و الآذية غادي يمشي نقول لي اسمح ليه و سامعنا و قطعنا باش منا كل شلصة حي تش كنت سنخاف بزاف و ابتداء انا من هذا الحادث اللي وقع اموانتي غادي تحلع ليه باب جهنم من مرحلة واحدة اخرى وبما انهو الحكاية كيف قلت لكم في بداية القصة طويلة فراني قسمتها الاجزاء غادي نخلي لكم الجزء او للمرحلة التانية اللي غادي تصدمكم غضاء ان شاء الله فا اعتدروا خامة يعجبكم مشهد القضية ولكن ما عندي من دير دمتم في رعاية الله و حفظي ما تنسوش انكم ضغطوا على زر الاعجاب لم تكلفكم تشم شهود وشي تعليق جميل بحوجهكم وتقولوا لي شنو كتتوقعوا في هذه المرحلة دمتم في رعاية الله و حفظي تلقوا غضاء ان شاء الله في نفس التوقيت على قناة سلامي لك سلام سلام سلام